اشتركوا في القناة يدي للانسان طاقة وطاقة حلوة قوي بتخليه دايما عايز يشتغل عايز ينجح عايز يعيش عايز يسعد كل اللي حواليه وكل اللي بيحبوهم النهاردة معانا كتاب بيتكلم عن قصة حب عظيمة جدا قصة حب مقدرش ابدا البعد او الفرق انه يغيرها زي ما بيقولوا كده حب حتى اخر العمر معانا النهاردة قصة حب اتنين من اهم عمالقة الطرب والتلحين في مصر فايزة احمد ومحمد سلطان وده من خلال كتاب فايزة وسلطان عيشنا عمرنا احباب للكاتب الصحفي الاستاذ حمدين حجاج اللي هنعرف منه النهاردة ازاي كان اللقاء الاول وازاي بدأت الحكاية بينهم وقصة الجواز كانت عاملة ازاي وازاي كمان الحب ساعدهم على النجاح وعلى الابداع وعلى تقديم احلى الاغاني اللي قدموها هما الاثنين بالتأكيد طبعا اغانيهم لسه عايشة معانا لحد النهاردة بس قبل ما نتقابل مع ضفنا وقبل ما نعرف تفاصيل قصة الحب اللطيفة اللي هنتكلم عنها النهاردة زي ما احنا متعودين بنروح مع بعض التقرير البست سالر او الكتب الاكثر مبيعا نشوفه مع بعض ونرجع على طول يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل اسبوع نرصدها لكم تبقى لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الاسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا من جديد رواية الحلواني ثلاثية الفاطمين للكاتبة الدكتورة ريم باسيوني وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع يحتل المركز الثاني كتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها يأتي في المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية ثم في المركز الرابع يأتي كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام اشتركوا في القناة